اللي بعد كده المهمة جدا انه الرئيس لقت كده جدول فيه الوردات بتاعتنا من برة عشان بس الامور انا اعرف برضو الناس ايه انا بقيت خبرة فيه اعرف الاخواننا البعدة هياخد ايه وتكلم في ايه على فكرة الجدول الجدول كله الجدول كله يعني النهاردة تم استعراضه امام سيد الرئيس اللي هو المنتجات اللي عشر سنين من اربعتاشر اللي عشرين فعشر سنين استوردنا جبنا بمليار وشوية وجبنا مش عارف ايه والكلام اللي حضرتك شفتوه مش عيده تهاني مش عيده تهاني سيد الرئيس النهاردة لم يستنكر لم يستنكر سيد الرئيس انه المصريين بيستخدموا اجبان وعطور لا لا خالص وانما كان يتساءل الرئيس بشكل جاد ودقيق وقاسي ايضا يا مصريين هو احنا ما نعرفش نسمع هذا الكلام ده كان السؤال عشان بس الناس انا عارف الاخواننا البعدة يقول لك الرئيس بيكلم اهو مثلا عندنا هنا مثلا موضوع الاكبان مثلا او السايرات 25 مليون سايرات او الاساس الفاخر او المجوهرات والحلية بنص مليار او ده في عشر سنين الرئيس لما اتكلم على العطور والمستفرات التجميل والحاجات دي كان بيقول رسالة لا يستنكر ان المصريين بيستخدموا الحاجات دي اللي معاه ربنا يزيده ويستخدم وياكل واشرب ويصرف وينفق ويدفع جبارك ودرايه الرئيس كان يتساءل بشكل واضح يا مصريين يا صناع يا تجار يا مستثمرين هل هذه البيانات لا تمثل فرصا صناعية ما تقدروش تصنعوا هذا الكلام عندنا ما نقدرش نعمل احنا الانواع دي من الاكبان ولا نقدر نجمع سايرات ولا نقدر نعمل عطور ولا نقدر نعمل مش عارف ايه البيانات دي قبل كده فاكر مركز تحديث الصناعة يمكن طلع مية وعشرة سلعة محتاجينها وعايزين ممكن نصنعها في مصر السؤال ليه ما بدأناش ده كان سؤال الرئيس طب نقدر طبعا نقدر طب ليه ما بدأناش ده كان سؤال والموضوع مش سهل الرئيس قال لكنه لازم نعمل كده الخريطة اللي قدامنا دي رسالة للمصنعين والمستثمرين بنقول لهم امام امام حضراتكم فرص استثمارية وصناعية والسوء بيسع الجميع والسوء كبير يلا تعالوا المصانع اللي بتجيب اللي بيستورد من بره التاجر اللي بيجيب من بره تعال يا سيدي بخبرتك في التجارة تعال يلا ابن مصنع والدولة معاك تعال ابن مصنع والخطاع الخاص يشتغل دي الفكرة الفكرة النهاردة عشان بس الناس متفهماش وياخدوها خارج السياق ويعني عندي خمسة وعشرين مليار دولار سيارات في عشر سنين خمسة وعشرين مليار دولار سيارات في عشر سنين طيب واحنا مش قادرين يا جماعة مع كامل حب واحترامي وتقديري لي كل الجميع المغرب بصدرها مليون سيارة مليون سيارة صنعت مليون سيارة صنعت مليون سيارة شوف صدرت قدقية في ظل اتفاقية اغادير تنسس النجاح موجودة في كل مكان بقول احنا لم نعدم الوسيلة والاداة ان احنا ننجح بقول عندنا سوق واعد عندنا استهلاك حقيقي عندنا طلب حقيقي يلا يا ايها الصناع يا ايها المستثمرون اشتغلوا ده اللي الرئيس بيقوله النهاردة مش بنقول بيستهلكوا جبنة وعطور ولا لا 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 مش دي الفكرة استهلكوا واستمتعوا لكن بقول ايه ان احنا عايزين نصنع الكلام ده هو ليه لانا ما عنديش فلوس انا ما عنديش دولارات انا الدولارات عندي شحيحة والغاية ما يبقى عند دولارات لو انا دولة بقى عندي فوائد زي الدول اللي عندها فوائد يا سيدي هات واتصار اللي انت عايزه العب بالفلوس لعب لكن احنا مش هنقفل البلد يعني ما فيش منع ما فيش حظر استراب اللي عايز استورد استورد لكن الرئيس النهاردة بتكلم كمسؤول واعي وبيقول يا جماعة عايزين نحول الواردات الى صدرات نحول الواردات الى صناعات ما امكان ما امكاننا ذلك ونصدر عشان نخلق دولار عشان احنا دولة شحيحة الدولار ما عنديش بترول ببيعه وغاز ببيعه يجيبلي لا ده انا بجيب من لحم الحي فبالتالي فكرة ان انا اعمل بديل محلي بامكانيات ومواصفات عالمية نقدر نقدر الدولة فتحة درعتها للمستثمرين والصناع وده الرئيس وقف عنده وعلق عليه وقرى بعض النمازج من هذا الجدول وهو بيكلم المستثمرين والصناع اللي هم تعالوا صنعوا تعالوا اصنعوا في مصر تعالوا ابنه هدي المشروعات في مصر مصر بتستهلك بقد كده في قد كده بالدولار وبدال ما يبقى نحاول نوفر عملة دولارية عشان اجيب من بره عطور انا صنعها في مصر فنوفر وصنع وصدر كمان دي كانت الفكرة والملحوظة التانية الملحوظة التالتة الحقيقة